السلام عليكم اصدقائي وارجعش لكم في فيديو جديد اصدقائي اليوم كما رشبتم في العنوان سوف نعمل السلسلة خمس حسابات خمس ايديات لحسابات اليوتيوبر هذه السلسلة اصدقائي بلقى عليها دعم كتير اصدقائي ورح سوف تجدون جميع الفيديوهات الجزء الاول والثاني والثالث والرابع اضل سوف تجدونهم في صندق الوصف وكل العضيات التي سوف اقول الان سوف تجدونهم ايضا في صندق الوصف او في اول تعليق يلا اصدقائي قبل ما نبدأ في استعراض حسابات بدأ قول شي اصدقائي وعطيكم الحين ورح اقوله في اخر الفيديو اه عن القطع التي قطعت هذه المدة وشو شو نتغير لها رح يصير في القناة هذا مهم جدا لكل متابعين اللي بيتابعوني طبعا اصدقائي شيء مفرح او اظن لا اعلم اصدقائي مهم رح اصدقائي ماينا اول عساب مع اصدقائي ما فيه من يديبهم مهم اصدقائي راح ندخل اون و راح ندخل اصدقائي راح نشوف ما انا اول راديه مع انا اصدقائي هو لورد احمد من ندخل من اهو هذا اصدقائي هو حساب لورد احمد اول و بديكم تحطولي لايك على هذا العائل اللي عملش اصدقائي نسيتش قبل ما نبدأ للفيديو لا تنسى للشرك فقال انت فاعلش على الكيس كل ما هو جديد و لايك وهذه خمسة تعليقات للفيديو الاخير المحافظة البدك تعليقك يدعر في الفيديو الجاي انزل لي تحت وعلق تعليق حلو يدعمني ورح تشوفوه في الفيديو الجاي ان شاء الله مهم اصدقائي اذا اول حساب معانا لورد احمد وهذا هو اي دي كما تلاحظون هنا اذا حشيشتونه في رابع في صندوق الوصف تجدون اي دي حسابه في صندوق الوصف جمع اي دي ثلاثة شي سوف اعرض انها اول حساب معانا لورد احمد كما تلاحظون هذي الفيرباسات هو في كلان حشيش طبعا حشيش اي دي حسابه في في فيديو اه في فيديو قديم احتشدونه كمان في صندوق الوصف كل الفيديوهات اللي ادي السلسلة مهم اصدقائي اذا هو الحساب كما ان شاء الله اي دي صراحة الحساب هو اللي ما بيعرفش لورد احمد ما بيعمل جلد كتير مار مار بي له فيديوهات جلد ولكن بيعمل فيديوهات خرافيه اصدقائي انصحكم بمتابعته لانه بيعمل فيديوهات كتير كتير خرافيه وصراحة افلام ويك اشياء يعني فيديوهات عباره عن افلام حلوه من فريفاير ومع نحن في الافلام ويك اشياء خلين مور للحساب التاني اصدقائي والحساب التاني ايضا هو بيعمل افلام ولكن ليس كالورد احمد اصطرحة ان هو ايضا بيعمل افلام خرافيه وبيعمل اشياء خرافيه كما انتوا لاحظون هدي وفيديو ايه ايه لو كما انتوا لاحظون تجيب اجتماعي ويك اشياء بيعمل فيديوهات خرافيه ايضا وهادو الايدي تبعوا اصدقائي الجنرال من لم يعرف الجنرال هو مسمي لقبائل كما انتوا لاحظون قبيلة لورا ويك اشياء مهم اصدقائي يوجيب الخرافي اصدقائي بيعمل صراحة ان هدو الايدي تبعوا اصدقائي كما انتوا لاحظون ايضا في صندوق الوصف وخلينا نشوف ملفه كما انتوا لاحظون هدي فجوة اللي لم يشحنوا هادا الفايرباس اللي متبعوا من القديم رح يعرف ولي لسه عارفوا هاد الفجوة كان فيه حملة شحن وما شحن كتير مشابيع انه هادا الفايرباس وما اصدقائي خلينا نمر المري في التعريف كما انتوا لاحظون وهو صراحة انه ما بيلعب كتير عظم وما اصدقائي عنده حساب اخر فيه كريميلال ازرق هذا حسابه الرسمي الذي يلعب فيه كتير اوكا اصدقائي خلينا الحين نمر الحساب التاني والحين دا رح نصير نكشف الادية وننتأخر الحساب التالج اصدقائي الان ليسا سبع تمانيق خمسة ستة تلينشة بسح اوكا اصدقائي هذا الحساب يتبع نينجا قد الاي دي نينجا من لم يعرف نينجا لدي شتائر بطولات فريفاير ويشارك تقريب جميع بطولات فريفاير هذا هو في كلام هارد أصدقائي هذا هو حساب نينجا كما تلاحظون هذا هو الاي دي هنا ستجدون مع الاي دي في صندوق الوصف وهذا هو من التعريف 3 كات دي و 5 كات دي هنا في السكوات و 4 كات دي هنا في السكوات أصدقائي هذا هو الحساب الثالث معنا هنا أصدقائي والحين خلينا نمر الحساب الرابع سفر خلاجة 6 هذا هو الحساب الرابع أصدقائي أعرفتم نعم نعم إنه وايت أصدقائي وايت المعروف بالأرنب أصدقائي هذا هو وايت 444 كم شو لاحظون هذا هو حسابه هو طلبه مني كثير كثير تعليقات فيهم بدنا حساب ويك أسياء يعني مهم أصدقائي عنده جس آلاف لايك و خمسة و تستين في الليفل حسابه خرافي و عنده اتنين في الكات دي و هنا اتنين و ستين في الكات دي جنت القطرات ساعة واربعين صراحة نحن ملف التعريف خرافي جدا مهم أصدقائي هذا و حسابه و هذا و الايدي رح تجدون كل الايديات في صندوق الوصف و نمر الآن آخر ايدي معنا اتباع باللدن هو أكثر مشهور في بطولات فريفاير و في الحرق و هيك أشياء حسابه من الحسابات المشهور قوية من عن طريق قوية يعني من جهة الشحن فقط ليس من جهة اللعب بيشحن حسابه و بيجيب كل شيء للحساب حسابه قوي صراحة و من كران سيبليس طبعا نعم و هذا و حسابه و هذا و الايدي يستجدونه و ايضا ما حسابات الاخرى في صندوق الوصف ايدي زعمة مهم خليم شوف من بتعريفكم و بيشيركم حسابكم مطلعتون و 2 فكاته 4 فكاته و بيلاعب سكوالد كتير اضم ايدي مهم اصدقاء هذا و حساب باللدن و اخر حساب معنا في هذا الفيديو اهلا اصدقاء انا بيكون وصل على نهاية الفيديو والحين رح اقولكم شو التغير اللي رح يصير في هذا القناة اظن انني سوف اعمل عليه الفيديو او اقول مهم اصدقاء رح يتغير مهجو القناة لان اعمل فريفاير فقط اه يعني سوف فريفاير سوف تمحة من هذه القناة هذه القطعة اللي دي قطعتها و كنت افكر شو اللي اعمل شو القناة شو بيئك اشياء مهم اصدقاء رح يتغير و رح تشوفون الفيديو الجاي شو بغني اصدقاء بل كنا وصلنا نهاية الفيديو اتمنى من كل شخص قاعد يشاهد الفيديو و نزل تحت يشترك في القناة و بفعل ذا الاشعارات اللي كي يصل له كل الفيديوهات كل كل الفيديوهات التي انشاروها على القناة و ينزل تحت و يحط اللايك و يحط لنا تعليق محافظ الكيدر في فيديو القادم يلا اصدقاء اليوم بكنا وصلنا نهاية الفيديو مع السلامة اشتركوا في القناة